موسيقى يعني أنا في الأب في الأم أنت كتشوف دابة 28 سنة مازال ما تجوجت ما كراش تلقاش بنت الناس شي دري اللي تكون صالح اللي غادي تصبر معايا وتصبر مع الخوز أنت اللي غا تدوش لو أنت اللي غا تقوم بهيا من الجانب غادي للصبر الحمد لله سكينا كاينة كوشي كاينة ولكن احنا ما كرهناش اللي غا تصبر معايا موسيقى السلام عليكم معكم بادر بن مسعود لي من مدينة مكناس أنا هو اللي عندي جوج ديال الخوت مختلين عقليا والواليدين ديالي توفوا بجوج وأنا دبرة في العمر ديالي دابة 28 سنة وعشان نقول لكم دبرة تقريبا 11 عام وأنا اللي هز خوتي وبوحدي اللي متكفل بهم فاشمت الواليدة زم المرات 9 شهور مست الواليدة ملمور فاشمت الواليدة بقيت أنا واللي مكفل بهم فاشمت الواليدة خلتني على 17 عام وكما قلت لكم دبرة في العمر ديالي 28 عام يعني 11 سنة ويعني أخوت كبارين عليك في السن يعني واحد الأخ الكبير دبرة عنده واحد واربعين أو أكثر وواحد أخوية راسبعة وثلاثين وخوية الكبير دبرة شدينه في واحد المؤسسة جمعية قايمين به وكما كتشوفوه أخوت يراني تهرست دبرة عاد تهرست في 22 فرمضان كنت هيا أكاية في الباب غير هزيتي يديها أكاية تضربت معه واحد الحات وتهرست لي واحد السبع وراكم معارفين أخوتي بقيت كرفص مع الأخوة ديالي حيث أنا اللي تنشقها في الدار أنا اللي مكلف بهم أنا هذا كتجي مسكينة غير واحد الأخ كتجي مجوجة كتجي مرة مرة وعنده وليدات ومجوجة وراكم معارفين الحمل ديال الوليدات ديالها ودكشي وكتجي وكتغسل لي المميعنات والمسائل وتعاود تمشي أكو معارفين أنا بوحدي اللي معاهم أنا اللي مكرفص أنا المسؤول ديال أخوتي ما حيرسي الخوية هنا الدوا يعني الدوايات يعني أنا اللي جمع لي التقل ديال ديال المسؤولية كذلك أخوية اللي في الجمعية وخارها في المركز ولكن ضروري خصني نمشي لعنده خصني مرة مرة نطلع عليه خصني مرة مرة ندلو شي حاجة خصني نسول فيه ووصادي نقول لكم أخوتي هل تشلي كتاب أنا مهدب مع الأخوتي ولكن الحمد لله ربي ما غادش يخيبنا وأنا أخوتي ركا نتكلم بصدق أنا أخوتي ماشي بحل ذك الناس اللي تبقوا يكتبوا على الناس واللي يمثلوا على الناس أنا أخوتي هات الشي هذا اللي واقع لي را واقع ليه حقيقي هز كان هنا أخوتي شي وحدين تبقوا يقولوا شي كلام اللي هو ماشي تلهيه تبقوا يقولوا شي هدران اللي ماشي تلهيه ولكن احنا ما كيهمناش اللي بغى يدد نوب معانا غير يددهم احنا أخوتي را كنت شوفوا المسؤولية اللي دازت عليها واشا نقول لكم باش تدخوك الطبيب وتقابله وانت مخدام مواله وانت بوحدك وما تعقل عليك شي واحد وخلوك وليدك على 17 سنة ويعني وواليدك توف وانت هو صغير فيهم الغريب في الامر انت هو صغير على أخوتك وبقيت مضحي معهم واحد ناريات فاش تهرس عوثاني اخويا را تهرس من قبل مني را تهرس واحد المرة اخويا اللي قتلك فاش نقص من الشرج المرة سبق لي يعني كان شكرها اشواقع اللي ديما كتجيل عندي واحد المرة واحد اخويا الكبير انقز منه واحد اشترجم هنا دروش ديال الجاوجة انقز وموقع الوالي وتبعوه اخويا جاود اللي من الموراه وتهرس من القدم دياله 40 يوم فجديته فجديته لعند الجبار قال لي 40 يوم ما يخرج وبقيت معاه 40 يوم وبقيت من كرفس معاه واحد المرة احدا الله يجزي بي خلوك تكتو جليدك ايلان صورك انديه للطوالط انا انا اللي نجيب له اللي ابغى شي حاجة انا اللي كان عطيه الدواء انا اللي اعطيه اياكل انا في الاب في الام انت كتشوف دبا 28 سنة مازال ما تجوجت ما عندي لا عندي لا خدمة ما عندي شي حاجة يعني هذا هو الخدمة ديالي اللي عندي ما عندي شي حاجة اللي تقول زع ما شي مشروع ولا شي حاجة اللي غادي تديرها يعني غادي تفقد وبوحدك اللي لو كان قنط شي خطره كان خرج لبرة كان بقاعدة تمشى من كي يجي ذاك التغط كان مشي كان تمشى شي شوية وكان حاود نجي اه كرهتش اخويا ولكن انت كتشوف الغالب الله انت كتشوف الوقت كيفاش ولات يعني الوقت كيفاش يعني الوقت صعابت للتى presenting محبوب استغ four look أنا خرجناك بينة الناس ليه معائل الأسف يعني رائ كسرا من ربع سنتين وكان نريف هالمحتواط يعني فاش كندوش الخويا فاش كابندوه فاش كنتشريه لهم الحوايج يعني كان بين ذاك الشي اللي هو إنساني يعني مع الأسف المحتوية الإنسانية ما بقاوش تيبغيهم تشي واحد ولو كيديروا غتافهاش وحدها بحلوكا كتعريح واجه هؤلاء ده كيدخلول عندهم ولكن الإنسان اللي هو نظيف واللي كييوري ذك الشي يعني معقل كيوري فيديويات اللي هو ما يعني ما بقاوش كيدخلوا عندهم ما بقاوش كيدخلوا عندنا يعني كنديرانا فيديويات في انتي وسنقول لكم يا أخوتي أنا ما كرهت لما ما كرهت تلقى شي بنت النشي دورية اللي تكون صالحة اللي غادي تصبر معايا وتصبر مع الأخوتي يعني الحمد لله فهمتي يعني ما كرهت أنا رك عارف دبا الأخ الكبير ركي ما قلت لك راشد دينه في ذلك المؤسسة ودبا أخويا واحد لي معايا زعما كان أعطيه الدواء يعني كان أنا اللي تندوش له أنا اللي تندوش له وليس حلقة دا الأختي يا لك سفقد جي ورك عارفوا عند العائلة ديالها وعند الناس ديالها مستاعد علش ما ما نكونش مستاعد أنا مستاعد في أي وقت يعني إلا لقيتش وحدا اللي غادي تصبر معايا واللي غادي تكافح معايا واللي غادي تهز معايا الحمل ديال الخوث يعني ما شي يعني ما غاديش شغلله في التفاصيل ما غايش نقوله Pardon يعني يعني أياque هاي هاي غادي ستتصبر معاела طبا نهضره بواقع. ودبا لما قلت لغاية عارف ستدوجها وجداش للك الخوك وشيئة بغاديسة رانتالي غدوش لونتالي غتقوم به من الجانب غدية للصبر وسنقول لك ما غن ندخلوه ما غن نقولوشي هدرا لحنا شي حاجة اللي مازال ما وصلنا لهاش حنا كنا ولد هذا الوقت هذا والله يجيبنا شي دورية صالحة وشي نس طيبين اللي انسيونا فهذا هذا الاتقل وهذا الاتمارة اخويا ما نكذبش عليك انا ما نقدرش نسمح في اخوتي انا حداش العام وانا مقابلهم رك عارف اخصني شي وحدة اللي غا تصبر معايا واللي غا تتقبل الوضعية ديال الاخوة ديالي والله يجيبنا اللي فيها الخير وشي دورية اللي تكون صالحة اشترك الان في قناة اشواق عتيفين وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق عتيفي شريد الالكتروني وطني شامل ومستقل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة